هذا يفهم من تعهد رئيس الوزراء السوداني بتنفيذ جميع فقرات برنامجه الحكومي الذي صوت عليه الفرلمان في تشرين الأول عام 2022 هل هذا يشيء بأن هناك ضغوطا داخلية وخارجية تمارس على رئيس الوزراء؟ نعم في البداية تحية لك أستاذ سعد وكل المتابعين وكل عام وأنت والعراق بألف خير أنا أعتقد بالنسبة لما طرحه السيد رئيس الوزراء يكاد يكون في سبع وعشرين تشرين الثاني عام 2022 طرح برنامجه الحكومي تم التصويت عليه في 11 كانون الأول من نفس العام وبالتالي منفق القانون والنظم السياسية أن البرنامج الحكومي هو يعد الوعود السياسية التي يقطعها الشخص المكلف بأعلى سلطة تنفيذية سواء كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية في هذا الاتجاه كانت هناك جملة من التحديات للحكومة هنا أتحدث بالتحديد عن ملف الخدمات ملف مكافحة الإرهاب ملف آفة المخدرات إضافة إلى ملفات أخرى أقولها ورثها السوداني في ضل نظام سياسي ورث المحاصصة السياسية وجعل من العراق دولة ركام سياسي وليس دولة حقيقية وبالتالي كان في مجمل هذا لا يجب الانتباه من قبل كثير من صناع القرار أو تولو المسؤولية إلى أولويات التي يجب تنفيذها ولذلك أقول أن برزت من هنا وهناك جملة من العبارات التي حاولت أن تقزم ما يقدمه السيد السوداني في موضوعة الخدمات وبرز هذا بوضوح من خلال بعض القوى السياسية حتى قسم من كان منه في مناصب نافذة يقول أنه لا قيمة للجسور أو ما يتم إنشاءه من مشاريع في هذه المرحلة لأن المفهوم لديهم أن الدولة يجب أن تدار بالتوافق السياسي وهذا المفهوم هو جزء من ذهنية وعقلية الإقطاعيات السياسية التي تؤمن بأنها يجب أن تأخذ حقها من العراق طوال فترة وأيام المعارضة من الناحية العملية هم عارضوا النظام السابق دعني أقول ما يقارب عشرون عاما ولكنهم بعد عام 2003 أخذوا امتيازات لما يقارب لقرنين من الزمن هم وأولادهم ولذلك هم يرون أن أي محاولة لبروز أي شخصية في هذا المحور يكاد يمثل تهديد لامتيازاتهم وهم لا يؤمنون بمفهوم الدولة بقدر ما يفهمون بمفهوم واحد وهو الدولة وأنا وكل منهم يعتقد صاحب الحق في هذا المحور ترجمة نانسي قنقر